دعا وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس إلى مزيد من الدعم المشترك لأوكرانيا في مواجهة القوات الروسية جاء ذلك في محطته الأولى في نيويورك في مستهل جولته إلى الولايات المتحدة وكندا التي تستمر حتى بعد غداً للجمعة وأكد بيستوريوس مساهمات ألمانيا المتزايدة في حلف شمال الأطلسي مشدداً على دعم أوكرانيا في صراعها مع روسيا كما أشار إلى أن هذه هي القضية الاستراتيجية الأكثر أهمية بالنسبة لأوروبا ويعتزم الوزير الألماني إجراء محادثات مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيراش في نيويورك